من البوابة الإلكترونية يمكنك النفاذ إلى مجلس الحكومة والانضمام إلى فريق الوزارة هكذا قال عادل عبد المهدي للرأي العام موحيا له أنه جاء بجديد يميزه عن سابقيه فتزاحمت على هذه البوابة سير ذاتية لخمسة عشر ألف متقدم لنيل منصب في الحكومة الجديدة جاء يوم الأربعاء فأيقن المتقدمون أن دخول البرلمان كان عبر النوافذ الخلفية للأحزاب والكتل وما البوابة الإلكترونية إلا وهم لم يستفد منها أحد إلا من أنشأها ونال أجرة تصميمها فكان هذا أول إهدار للمال العام بحكومة عبد المهدي محاصصة بامتياز كانت الحكومة حيث أعطي الشيعة والسنة والأكراد نسبا كسابقاتها فما الجديد الذي جاء به عبد المهدي؟ من خلال النظر لأسماء الوزراء الأربعة عشر الذين تم اختيارهم يرى مراقبون أن عبد المهدي حول حكومة المحاصصة المعهودة من شكلها النمطي إلى شكل يعتمد على مدى صلة الوزير بزعماء الميليشيات والمجامع المسلحة فجاء الرجل بحكومة أقارب ضمن إطار المحاصصات السابقة فالمرشحة لوزارة العدل أسماء سالم صادق شقيقة زعيم ميليشيا بابليون ريان الكلداني ووزير الزراعة صالح حسين هو قيادي في ميليشيا جند المهدي ووزير العمل باسم الربيعي يعتبر من أبرز عناصر ميليشيا العصائب كما أن وزراء آخرين مقربين من قيادات في الكتل السياسية متهمون بقضايا فساد مختلفة كوزير الصناعة عبدالله جبوري والمرشح لوزارة الداخلية فالح الفياض وزارات متبقية لم يحسم أمرها بعد بسبب خلاف بين كتل سياسية ترى كل منها أن ما بقي هو من حصتها لا سيما أن تلك الحقائب تعتبر أكثر أهمية في التشكيلة الحكومية وفي حال لم يبت بها في السادس من الشهر القادم فمن المرجح أن يسير عبد المهدي بحكومة عرجاء وله في من سبقه أصوة في هذا النمط من الحكم ترجمة نانسي قنقر